اه ابي ابي اشتقت اليك يا والدي اشتقت اليك ابن بطوطة هل انت بخير اه اجل احتاج للنوم فقط انه انه اثر اثر البطيخ المملح الم تنتبه انك كنت تتحدث في نومك حسنا لربما من الافضل ان انام انا ايضا لقد كان انهارا طويلا ومتعبا فلنفتش العربة والدتي العزيزة والدي العزيز سينور سينور لقد وجدنا عربة اسلحة لقد وجدناها جميل هل تستطيعون حملها فلنحاول فلنحاول نستطيع تدبر الامر يا سينور لنصل حيث تركنا الاحصنة عاونوهم هيا بنا هيا هيا وماذا نفعل بهما ناخذهما معنا هيا هيا بنا اذن عدد الاسلحة مهول يا سينور ماذا سنفعل بكل هذه الصيوف والخوة وماذا سنفعل بها سنتدرب عليها بالطبع اذا ما تدربنا عليها نستطيع ان نغزو الارض كلها سنحتاج اذا لمن يعلمنا المبارزة ما رأيك يا سينور لم يكن يوما هدفي عن نغزو الارض كل ما اردته هو احضار القليل من الطعام على مائدة من هم بحاجة له ها؟ لا ربما نسيت ما ان غابة فقراء الار تعيش بلا مؤن منذ يومين اتعلمان بما افكر بما؟ افكر ببيع الاسلحة ها؟ ماذا؟ ما به هذا اسكت قلت لك اسكت دعه يتكلم ماذا تريد؟ اسمع يا سينور اسمك سينور اليس كذلك؟ اسمع يبدو انك رجل طيب ارجوك ارجوك لا تقم ببيع الاسلحة ومن انت؟ انا اسمي غسان بنزاهد ولقبي كبير لآل لانني انتمي الى ارض قوم لآل قوم لآل حيث يتم استخراج لآل اجل قوم لآل فلنخطف يا سينور فلنخطف ولنأخذ فدية من أهله انت توقف انتم لا تعرفون شيئا عن ظروف عيش قوم لآل وهل ستكون اسوأ من ظروف عيشنا؟ هذه الاسلحة هي لانقاذ قوم لآل من نير سلطان بلاد فنكشان الذي اغتال جلالة الملك واستعبد القوم واستولى على محصول اللآل اليومي للبحارة والغواصين لو كنت مكاني يا سينار لفعلت نفس الشيء لخط المعارك لاجل انقاذ قوم اللآل اطلق سراحيهما واعيد لهما عربة الاسلحة ماذا؟ وماذا عن غابة فقراء الار التي تعيش بلموان منذ يومين؟ اسمع انت لن اسد جوع قوم على ظلم قوم وان سمح لي بانقاذ مدينة ما عبر التخلي عن عربة الاسلحة فلن تردد في ذلك فك قيدهما شكرا لك يا سينار انت رجل شهم هذه الشيام التي ربيت عليها في بلاد لار اسمع اسمع لما لا تأتي انت ومن معك لتحارب معنا؟ ها؟ ماذا؟ حرب؟ لكننا اتفقنا اننا لن نستخدم السلاحة الا عند الضرورة اجل لذا لا استمعت الى صديقك شمس ماذا؟ ماذا؟ دون تحارب؟ لا تقلق لا تقلق سنجد طريقة ما ها؟ ماذا قلت يا سينار؟ هل ستأتي معنا؟ يا رجال؟ من يريد ان يذهب معنا الى ارض قوم لالئ؟ ماذا؟ ماذا؟ ما الذي اتى بالسلطان الان؟ مولاي هل وجدت كبيرا لالئي ايها القائد؟ كنت انوي يا مولاي كنت انوي الذهاب الى دارك هل وجدت كبيرا لالئي ايها القائد؟ لقد ارسلت فيلقا للبحث عنه خارج المرسى قيل لي قيل لي انه يختبئ في واحة قريبة من هنا ولم تنقضي اربع وعشرين ساعة بعد يا مولاي ثم كيف تجروا ان تقول لي انه لم تنقضي اربع وعشرون ساعة بعد المعذرة المعذرة يا مولاي ولكن اسقط اسقط حسنا حسنا انا الوحيد الذي يحدد الوقت افهمت؟ اجل 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 يا مولاي امامك حتى صباح الغد الا ستكون خلف القطبان ماذا امرا وطاعة يا مولاي انت لا تعرف من الذي ينتظرك هذه الليلة يا سلطان بلاد فنكشان هيا بنا لندخل اذا سندخل الى الداخل اجل حسنا ما هي خطتك يا ابن بطوطة؟ هل نستطيع التسلل الى غرفة السلطان مساءنا؟ اعتقد ذلك اشتركوا في القناة